ضحى لها أجر عظيم يجب أن لا تغفل عنها فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت وذكر منها وصلاة الضحى كما أنها تضمن كفاية الله للعبد فعن أبي الضرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخر